اشتركوا في القناة الخليجية هو نماء واستهار لمملكة البحرين منذ تأسيس مجلس التعاون تسير مملكة البحرين حكومة وشعبا على خطا ثابتة في دعم العمل الخليجي المشترك فالأباء أسسوا والأبناء والأحفاد ساروا على نهج الإخاء والتعاون لحماية المنظومة الخليجية حتى تستمر كما كانت على الدوام المظلة الجامعة والبيت الواحد لكل أبناء الخليج الأهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شاهد على مدى حرص المملكة على تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل خير ورفاه الشعوب فحرص المملكة انعكس دائما على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة لتحقيق الكثير من الخطوات الهمة التي صبت في مصلحة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما أسهم الارتقاء بمسيرته الملفات التي طرحت في مختلف القمم كانت مملكة البحرين بقيادة العهل المعظم أيده الله حريصة على موقفها الإيجابي تجاه المصلحة العليا والكبرى لدول الخليج العربية كما أن جالته يؤكد بشكل صريح أن المصير المشترك والحرص على الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي مخاطر تهدد أي دولة من دول مجلس التعاون هو موقف البحرين الدائم والثابت خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تستوجب التلاحم حفاظا على المكتسبات الخليجية المسيرة المباركة لدول الخليج العربية مسيرة تعتز بها قيادة مملكة البحرين وشعبها فما يمس أي بلد في المنظومة الخليجية يمس مملكة البحرين ونماء وازدهار البيت الخليجي الواحد هو نماء وازدهار لمملكة البحرين ووفق هذه الرؤية تبقى مملكة البحرين حاضرة في كل القمم لخليج واحد له عمق تاريخي ومصير مستقبلي واحد